إذا أنت بتقول أنا بخوض الانتخابات بجدية شديدة طيب إيه المشاريع المختلفة والأفكار المختلفة خلينا أيضا في التساؤلات اللي عند المواطني في التساؤلات متعلقة بمؤهلك العالي وربما بمؤهلك يعني ربما أثار هذه القضية الدكتور أيمن نور اللي كان رئيسا لحزب الغد وهو طبعا يعني هو بيتهمك بأنك سرقت منه الحزب ودخلته السجن فبيقول أنا وافق وأنا عندي معلومات مؤكدة إن المهندس موسى مصطفى موسى لم يحصل إلا على معهد صناعي في الجزائر وما معهوش مؤهل عالي وإنت عارف إن شروط الترشح بتقتضي إنك تكون لديك مؤهل عالي لا طبعا ده كلام من كله ليس لها أي قيمة ده أيمن نور اللي بتكلم وأيمن نور مش أنا مش هصنافه النور ده مين هو أيمن نور هذا الرجل يحقد على نفسه ويبحث عن المشاكل للآخرين طول الوقت أيمن نور نور ده لو بتكلم على مؤهل دراسي لي صناعي زي ما بتكلم ومن الجزائر أنا أرجو لو كان عنده الجراءة والجور أن يحطها على الشاشة هو والراجل بتاعه باسم معتز مطر يحطها أنا على الشاشة هنش نشوفها إنما أنا شهاداتي مجودة والتوصيق بتاعها مجود والخارجية مجودة والصفارة المصرية مجودة والكنسولية مجودة والبعثات مجودة ووزارة العدل مجودة وكل توصيقاتي مجودة شهاداتي أنا أكبر كلية في فرنسا معمرية في بيرساي أنا شهاداتي أنا كلية بتاعتي ست سنين والدراسات بتاعتي أعلى من ماجستير وكان ما يسني أربع درجات معينة عشان تبقى دكتوراه وده ما كانش فيه وقت بعد وفاة الوالد وتحركنا ونزلنا الطهير وديت هندسة وعدلتها هنا بأنها مؤهل عالي حقيقة واحدة كله لا مش معادة هالي لأن المشكلة في المعادلة إن كنت لو بتعادل يبقى أنت عايزة تشتغل في الجامعة وإحنا كتبنا تعاهد إن إحنا مش هلشتغل في الجامعة يعني كان فيه 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 بشروط وحاجات معينة وإحنا ما دخلناش فيهزي جزئية لأن ما كناش على عايزين نشتغل في ساعتها في مصر وقتها ولكننا هنعمل دور له حاجة دراسات أو تريس في الجامعة طبعا لكن ده ما يتنقضش مع المادة واحد في الفقرة تلاتة في قانون الانتخابات إنك لابد أن يكون معاك مؤهل عالي أنا مؤهل أعلم العالي أنا مؤهلي ماجستير رسمي في الورق وكل حاجة وإضافة للماجستير كان ممكن أخد كمان أوصل للدكتورابي لكن ما وصلتش لأن كان فيه حاجات ما أقصد في الدرجات وكانش ممكن أكمل لو أنا بشتغل والوالد توفى وكنت يعني كان وضع مختلف يعني لكن المؤهل بتاع البكاليوس زاد درجات إضافة مثل ماجستير أعمال إيه معاك تسمع من الجزائر ده بقى أنا عايز أشوف منه بقى أنا عايز أشوف واحد الراجل بيتكلم كلام له قيمة ولوه ويبقى سوي هو واللي معاه ويورينا الكلام ده وأنا بتحدعها الشاشة قديم الناس وأنا مؤهلاتي موجودة حتطلع الشاشة وأعرضها هو آه يعني انت بتقول اللي بيتدعي إن أنا معايا معهد صناعي فقط من الجزائر وأنا مش عارف ليه انت روحت الجزائر شوية ولا حاجة نا إحنا والدي كان عامل من كتب هندسي فيه أربعة تلاف مهندس في الجزائر في الجزائر وبهننا نص الجزائر وده قصة معروفة وفيه شارع باسم الوالز في الجزائر ولينا هو وضع كبير جدا في الجزائر يعني مش إحنا اللي حنيجي نامل معهد صناعي في الجزائر هو الجزائر دي كان لسه بتتبني أنا هناك فعنا في كلية فرساي البتروهف في فرنسا وعملنا كلية والدراسة هناك ستة سنين مش أربعة سنين الدراسة هناك تختلف أكبر مؤهل معماري في فرنسا هو كلية البوزر اللي احنا عملناه لكن لا مؤهل صناعية ولا بتاعي احنا حقيقي في الصناعة احنا عندنا أكبر شركات في مصر في الصناعة مجعملنا اناش ده من الهوت احنا مشروعاتنا ضخمة جدا فينا في ستة أكتوبر في كل المنظر الصناعية وعندنا ده العائلة اه انا وعائلتي وعلي اخويا وعملنا هذه الانشاءات كلها وعملنا انا مش عايز اقول لأساني من الشركات عشان ما مروقش ليها انما احنا من اكبر الشركات الصناعية الموجودة في مصر طيب ايه يعني اذا يا جماعة انا باخد بس نقطة نقطة لان اذا فيه اه اتهامات توجه اه علامات استفهام تثار اه اي اسئلة فيه ازهان المواطنين مش هنخفيها هنتكلم فيها مع المهندس موسى مصطفى موسى فما يتعلق بكيف تمكن من جمع التوكيلات والتوقعات ما هو اجاب على هل هو صناعة امنية ايضا اجاب على الشهادة هل هي معهد صناعي من الجزائر زي ما بيقول بعض خصومه وما يتم تصويقه الان في مواقع الاخوان وانه ما معهوش المواهل العالي يعني ده لان ده الحقيقي ده يبقى مأزق قانوني يعني يحول بينه وبين خوض الانتخابات المادة واحد فكرة ثلاثة من قانون الانتخابات انه لابد ان يكون حاصلا على مواهل العالي موسيقى